اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لبسك واللبس حضرتك يدل على شخصيتك اللي يشوفك يقول ده محامي ده بيه التحق بمكتب محامي في البلد اللي انت فيها اتعلم المحامات في فارج من الدراسة الاكاديمية اللي انت درستها وممارسة الحياة عملية وممارسة مهنة المحامات عاوز اتعلم شوف مكتب في بلدك في خريطك في مدينتك وتعلم المحامات وهاتك كتاب اسم خانون المحامات وجراء فيه باب كده حجوك المحامي واجبات المحامة تعرف اللي ليك واللي عليك عشان تتعامل من منطقة خانون انت معارض يومين مشكلة مع عذابك مع وكين نيابة مع خاضي مع موكل تبعارف حجوبك واجباتك برضا نعاوزك تتحلل بالامانة وحسن خلقت تبع عندك امانة في التعامل مع الناس مع الموكل امانة في التعامل مع زميلك في صخة لان المهنة دي مهنة عظيمة لازم يديمارس مهنة المحامات يكون عنده اخلاق عظيمة هعوزك يبع عندك كرامة اوا هقبض على كرامتك ابدا يبع عندك كرامة تعامل بكرامة كرامتك فوق كل حال الرزجة هي دي لك لقد عندك بلاش تكن يعني تستلقسلوك مشين من اجل المال لا خليك محامي محافظة على كرامتك محامي محامية محافظة على كرامتك محامية المحامي دايما الكبير في بلد كبير فعيركم لازم تحافظ على المكانة دي بتحدي ولازم تجرب من المحمد وتعرفين لي كل عليكم ولا أجل عليكم الحديث وتمنى لكم إن شاء الله حياة سعيدة معنا كزملاء وحامين نشوف لكم إن شاء الله خلال سنوات منكم نجالس على المنصة في مجلس النخابة العامة ومنكم النخيب الفارع ومنكم عدو النخابة وتمنى لكم حياة سعيدة وشكرا لكم